بسم الله الرحمن الرحيم جولة في الحدائق العجيبة ألاحظ وأتوقع ألاحظ المشهد وأقرأ عنوان النص وأتوقع مضمونه إذن أولا نلاحظ المشهد إذن في هذا المشهد نلاحظ منظرا طبيعيا رائعا وهو عبارة عن غابة أشجار نباتات وهنا بركة من الماء هنا مجموعة من الصخور التي يتدفق منها الماء إذن هذا المنظر هو غاية في الروعة وأقرأ عنوان النص جولة في الحدائق العجيبة إذن من خلال هذا المشهد ومن خلال قراءة العنوان أتوقع بأن النص سوف يتحدث عن جولة في الحدائق العجيبة أنمي معجمي أحدد معنى الكلمتين انطلاقا من الصياق يعجز يعجز بمعنى لا يستطيع جلب بمعنى أحضر أحيط المعنى المناسب للكلمة مهووس محب كاره صعب إذن مهووس بمعنى محب سوف نحيط هذا المعنى أمجز خريطة كلمة نادرة نوعها اسم مرادفها قليلة ضدها كثيرة الجملة يمتلئ المتحف بقطع فنية نادرة أفهم وأحلل أحدد الشخصيات المتحدثة في النص إذن الشخصيات المتحدثة في النص هي العم أحمد والأطفع أين توجد الحدائق العجيبة ومن أسسها أذكر سبب تأسيس الحدائق العجيبة توجد الحدائق العجيبة في ضواحي مدينة سلا على الطريق المؤدية إلى مدينة القنيطرة أسسها المهندس الزراعي الفرنسي مارسيل فرنسوا سبب تأسيس الحدائق العجيبة هو هوس المهندس الزراعي الفرنسي بالنباتات والأشجار النادرة والغريبة توجد الحدائق العجيبة في ضواحي مدينة سلا على الطريق المؤدية إلى مدينة القنيطرة أسسها المهندس الزراعي الفرنسي مارسيل فرنسوا سبب تأسيس الحدائق العجيبة هو هوس المهندس الزراعي أسسها المهندس الزراعي الفرنسي وطيور وسلاحفة وببغاوات نادرة سبب تصنيف الحدائق العجيبة فراتا إنسانيا هو احتواؤها على حيوانات وطيور وسلاحفة وببغاوات نادرة أقترح عنوانا لهذا الجزء عنوان هذا الجزء الحدائق العجيبة الحدائق العجيبة أنمي معجمي أصل بخط بين الكلمة ومعناها في النص محفوف متاهة تبهر أنفاق تحت الأرض ضياع وحيرة تعجب محاط إذن محفوف بمعنى محاط سوف نصل محفوف بمحاط متاهة بمعنى ضياع وحيرة تبهر بمعنى تعجب أنجز عائلة كلمة اقترب 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 اقارب قريب اقترب اقترب مقترب بمعنى تبدو الحدائق العجيبة مخيفة تبدو الحدائق العجيبة مخيفة لأن أشجارها متكاتفة ونباتاتها متشابكة أبين لأصدقائي وصديقاتي عجائب الأسماك في الحوض جاذبية الطريق الأول إذن أولا نبدأ بعجائب الأسماك في الحوض عجائب الأسماك في الحوض بمجرد إحساسها يعني الأسماك اقترب شخص منها تبدأ بالدوران بسرعة كبيرة وكأنها تراحب بزوار الحديقة عجائب الأسماك في الحوض بمجرد إحساسها باقترب شخص منها تبدأ بالدوران بسرعة كبيرة وكأنها تراحب بزوار الحديقة بالنسبة لجاذبية الطريق الأول تتجلى في كونه طويلا يمر على 12 حديقة وهو عبارة عن متاهة دائرية تغطيها أشجار الصفصاف جاذبية الطريق الأول تتجلى في كونه طويلا يمر على 12 حديقة وهو عبارة عن متاهة دائرية تغطيها أشجار الصفصاف ما نتيجة فك لغز الطريق الأول نتيجة فك لغز الطريق الأول هي الانبهار بمنظر طبيعي لربوة خضراء جذابة نتيجة فك لغز الطريق الأول هي الانبهار بمنظر طبيعي لربوة خضراء جذابة أقترح عنوانا لهذا الجزء روعة الحضائق العجيبة روعة الحضائق العجيبة أحدد أثناء قراءة معاني الكلمات انطلاقا من سياق النص بوصل كل كلمة بمعنىها تنط تخطى جسر تجاوز تقفز قنطرة تنط بمعنى تقفز سوف نصل تنط بتقفز تخطى بمعنى تجاوز نصل تخطى بتجاوز جسر بمعنى قنطرة سوف نصل جسر بقنطرة أملأ شبكة مفردات كلمة بركة إذن بركة يمكن أن نضيف ماء نهر بحر ضايا إلى غير ذلك ماء نهر سد بحر أحدد مسالك الحضائق العجيبة مسالك الحضائق العجيبة مسلك أحمر مسلك أزرق ومسلك أخضر مسالك الحضائق العجيبة مسلك أحمر مسلك أزرق ومسلك أخضر عدد العم أحمد مناظر ومظاهر الإثارة والجدبي في المسلك الأزرق أستخرج هذه المناظر وأصنفها مناظر المسلك الأزرق بركة مائية آمنة تزينها نباتات تنط فوقها الضفادع تتوسطها أحجار مستديرة نافورة مائية رائعة يضللها قصب الخيزراني والظهور مناظر المسلك الأزرق بركة مائية آمنة تزينها نباتات تنط فوقها الضفادع تتوسطها أحجار مستديرة نافورة مائية رائعة يضللها قصب الخيزراني والظهور بالنسبة للتصنيف يمكن أن نصنف هناك نباتات هناك حيوانات هناك أحجار مستديرة هناك نافورة أحدد الكائنات الحية الموجودة في الحديقة الكائنات الحية الموجودة بالحديقة نباتات وأشجار أسماك ضفادع تعابين وسلاحف الكائنات الحية الموجودة بالحديقة نباتات وأشجار أسماك ضفادع تعابين سلاحف أقترح عنوانا لهذا الجزء الحضائق العجيبة والغريبة وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى